السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم 26 سبتمبر 2021 المكان مدينة السنجلوين هذه الإدارة التعليمية بالسنجلوين ونوثق الطريق المتاج إلى المنصور بالطبع هذه الأشجار والشجارات والخضرة والنفور هذه إذن نوثق اليوم معالم السنبلوين وما نشاهده مزلقان السك الحديد وهذا هو الطريق المتاجه إلى طمايز زهيرة مركز السنبلوين من دقالية من هنا من يريد أن يتجه إلى مصقة رأس أم كلسوم يستقل سيارة من هنا يبقى ما زلنا نوسط معالم مدينة السنبلوين وعلى بعد خطوات من هنا تمثال سيدة الغناء العربي أم كلسوم ما زلنا نتحدث ونوسط هذا هو الطريق الموصل إلى قرية طمايز زهيرة ومصقة رأس أم كلسوم هذه هي معالم مدينة السنبلوين كما نشاهد وطبعا شاهدنا في مسلسل أم كلسوم أن أم كلسوم هي تلميزة صغيرة كانت تسير على أقدامها هذه المسافة من طمايز زهيرة إلى هنا مدينة السنبلوين سيرا على الأقدام حتى عندما زع سيطاء وانتشرت في تمارس الغناء هنا وهناك قام والدها بشراء حمار لها لركوب كانت تركب الحمار ووالدها وشقيقها يسير بجانبها لكي تغني في الموالد والمناسبات وأتذكر في يوم ما والدها قال لها هيا بنا نتاج إلى مولد العوضي والعوضي هذا مقام بقريتنا قرية البقلية ما زال موجود موجود عن طمايز زهيرة عن ذكريات عن طمايز زهيرة ومسكة رأس أم كلسوم سيدة الجناء العربي هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة وإن أعجبكم الفيديو ترجى الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نسينا